نعمل ازاي بقى ناكل ايه وما ناكلش ايه في رمضان وايه ايه الحاجات الصحية وهل نعمل رجيم ازاي اه طبعا ايه وفي الصحور بازاي كنت رسا اقول لحضرتكم مواعيد الاكل ايوه في ناس كتير اوه معتقدة ان انا لو ما تصحرتش انا هخس اسرع ده غلط اه غلط جدا احنا لازم نتصحر ومش نتصحر بس احنا لازم الفطار وفيه واجبة في النص وانا ياخد ايه عشان نحافظ على الثلاث واجبة خفيفة في النص حاجة خفيفة ما ناخدش حلويات كتير لان حلويات هتزودني في الوزن لكن يا ريت بعد صلات الترويح ناخد لايه الحلويات طب ليه بعد صلات الترويح بناخد حلويات عارفين ليه بناخد مع صلات الترويح فضل عشان نشجحوا مع الصلاة مفيش اي سبب علمي وراها خالص 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 بس نشجعوا مع الصلاة فنبتدي نقول لهم لاخدوا الحلويات مكافئة ايوه يبقى يبتدي كده لكن الاهم كميته قد ايه كمان معنا هناخدش بقى كده وكمية كبيرة شرب الميا مينفحش ابدا اجي على وقت الصحور ابتدي اشرب تلاتة لتر ميا او لترين ميا انا مش جمل حوما حوش الميا جواي لأ ادي كل ده حينزل دلسة اقول لها دير دلوقتي اول سنة اكتفي بكبات ميا بس بالليل؟ في الصحور في الصحور وما بتصحرش لا بتصحر جبن قريش بس حلو لا بقى وديوا ادابة الحاجات الغذائية الغلط احنا لازم حاجات معينة حنعملها على جانب الاكل صحي بقيت حالة دلوقتي بقيت حالة عمد بالتالي لا بالعكس لان كده بنوضح للناس لان الحالة ديه فعلا الناس كتير بتعملها يقول لك انا هاخد حاجة خفيفة وخلاص وخلص وكوباية الزبادي او كل اللي عايز يخلص فعلا ما بيتصحر او زبادي باللمون ايوه حلو او زبادي باللمون لان لو ما تاخدش اللمون خطر ليه الزبادي باللمون هي علشان طلعت ده كنا لسه منتكلم في الموضوع ده ان في يعني قوة الايحاء ان طلعت مرة حد قال زبادي باللمون وكان منتشر جدا دلوقتي اي دكتور لو قال لك ما تحطش للمون على الزبادي انت ما بتفهمش ازاي يعني ده لازم تحط اللمون على الزبادي يبقى انت ما بتعرفش تخسيس لا مش لازم على فكرة ومش لازم تاخد اللمون خالص على الزبادي ومالوش اي رول خالص اللمون على الزبادي وابقولها تاني الزبادي باللمون ما بيخسس سعرات حريق ولاية لو خلاص زبادي كويس قوي واش معنى الزبادي على اساس ان تبقى وقت بخفيفة ما يجيليش حموضة لكن هل لازم اللمون لا يا دكتور انا بحط اللمون بيجيلي حموضة ولا بلاش لمون خالص ومش هتفرق جدا ومالقي يا دكتور هني الصحور المتالي من وجهة نظرة حل لازم يبقى فيه متوازن يعني متوازن يعني فيه جزء بروتينات وجزء دهون وجزء كمان اللي هو النشويات طب يعني نشويات يبقى لو انت عايزين نقل في الوزن يبقى فيه خبز اصمر لو فيه بروتينات لو كان فول كويس الزبادي ومش لازم لمون موجود يبقى حلو جدا موجود في الفترة دي هل الزبادي خالد دسم عشان نقل في الوزن هل الزبادي اليوناني اللي موجود دلوقتي احسن ايوه احسن ليش معنى هو اغلى بس احسن لان مليان بروتين اكتر فكأني باخد بروتين زيادة من غير ما يبقى فيه مشكلة معايا فالزبادي اليوناني خالد دسم هيبقى ممتاز جدا مع النشويات وجزء لو فيه فول لكن ناخد بقى البسترمة مع البيض وحاجات طعمية المحشية يعني كده اكيد انت بتصحرش اجبنا قريش انا بسمع بس احسن